اشتركوا في القناة وليش طلعت منظمة التحرير الفلسطينية اللي هي فتح يا جماعة الخير عمنا احمد الشقيري لأسس فتح بدوا اهل فلسطيني يصير قوة وطنية عاملة ويحرروا فلسطين بس الكيان الفلسطيني ما له حكومة ولا بمار السيادة بس شو تنظيم للشعب الفلسطيني بتعامل مع جوية الدول العربية ويعبي طاقات الشعب عسكري وسياسي وإعلامي في معركات فلسطينية اذا زي هو كيان بهدفه انه شوه يحرر فلسطين ومعه مع الدول العربية الرئيس المصري جمال عبد الناصر انه يعقد مؤتمر القمة العربية وانشأ كيان فلسطيني بيعبر عن ارادة شعب فلسطين ويطالب بحقوقه عشان يمكنه من حرر وطنه ويقرر مصيره كلف احمد الشقيري ممثل فلسطين الاتصال بابناء فلسطين لهاية الغاية وابلاغ المؤتمر بالنتيجة وعقدوه في القدس وكان الحسين بن طلال طيب هو أكمل رئيس من الدول العربية وانتخبه أحمد الشقيري رئيس أول رئيس لفلسطين أو لمنظمة التحرير هو أحمد الشقيري واتخذوا مجموعة قرارات الميثاق الوطني والنظام الأساسي المنظمة تشكيل لجنة التنفيذية وقرر إنشاء صندوق قومي فلسطيني وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني واتخذوا مدينة القدس مقاررا لها بالإضافة إلى إنشاء مركز الأبحاث طالح هاي مواد من الميثاق الوطني الفلسطيني فلسطين وطن للشعب لازم نحرر فلسطين من ناحية الإنسانية ومن الناحية الدولية ويؤمن الشعب العربي والفلسطيني مبادئ العدل هاي هي الأهداف اللي كانوا بتصعو إلهم أصدر بيان أكد فيه نقية منظمة التحرير لخوض معركة التحرير لتكون دراء لحقوق الشعب الفلسطيني طريق إلى النصر وعام 67 صارت النكسة استقال أحمد الشقيري وتولى يحيى حمودة الرئاسة حتى عام 69 وبعدها أجل رئيسنا الغالي اللي هو أبو عمار رحمه الله ياسر عرفات المهم ظهرت على الساحة فصائل فدائية وتنظيمة متعددة منها المنظمة حركة التحرير فتح انطلقت في 65 أو واحد واحد ال65 ذكرى الانطراق ونفذوا أول عملية عسكرية ضد الاحتلال في عيل لبون شمال فلسطين وانطلقوا الثورة الفلسطينية المعاصرة بعدها أجل جبهة الشعبية والجبهة الشعبية تحرير فلسطين وطلع حرب حزب التحرير القوات الصائقة وجبهة النضال وطيب كل ياتوا من حزب الشيوع الفلسطيني له حزب الشعب وضموا كثير من اتحادات الاتحاد العام لطلبة فلسطين والعمال فلسطيني واتحاد المرأة العام هاي رؤسائنا الغاليين أحمد شقيري وأبو حمودة أبو عمار ومحمود عباس أبو مازن المؤسسات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان في عنا مجلس فلسطيني ولجنة تنفيذية ومجلس مركزي حددنا النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والعلاقات بينها على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني شو مؤسسات السياسية لمنظمة التحرير المجلس الوطني الفلسطيني شو كان يعمل ها يمثل فلسطين بس سائه داخل فلسطين وخرجها اللجنة التنفيذية أعلى سلطة تنفيذية بانتخب أعضائها وبتقوم تنفيذ القرارات والتشريعات الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني المجلس المركزي فهذا موجود رئيس اللجنة التنفيذية ممثلين عن الفصائل والاتحادات وفي عندنا ست مراقبيين إلى آخره شو بيعمل هذا المهم بساعد اللجنة التنفيذية في تنفيذ القرارات المجلس الوطني وبعطيهم توجيهات ونصائح شو عملت منظمة التحرير الفلسطينية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية كان رحمة أبو عمار هي في منظمة التحرير الفلسطينية في الجمعية العامة وهنا في مؤتمر الرباط وحكى أنه هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني شكلت الكيان المعنوي للشعب الفلسطيني داخل الوطن والشتات أصبح الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني شو إنجازاتها هذول إنجازات الشباب من أول ما أجو نعطيكم إياهم ها طيب شكل مؤسسات منظمة التحرير أشرف على جميع الأنشطة في أنه صار لدينا دائرة سياسية عسكرية في عندنا صندوق قومي صار في عندنا تربية وتعليم يعني أنت بتأخذ الشغلات لو أنه في المنهاج الإسرائيلي هاي الشغلات مستحيل تأخذها صار التنظيمين قادرين أحمل السلاح وعملت من عسكرات تدريب طيب ناضروا ضد تصفية القضية الفلسطينية وحافظوا على الهوية الفلسطينية ونصقوا مع الدول العربية بما يخدم القضية وإجبار الاحتلال على الاعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بعد الانتفاضة الأولى اللي خلها تعود عام 1994 الضفة الغربية وقطاع غز يالله الأسئلة يا حلوين خلينا نشوفه وين راح وقد المؤتمر الفلسطيني في القدس مع الهيئة التمثيلية اللي هي المجلس الوطني الفلسطيني شو اسم الرئيس الثاني يحيى واكتصارة عضو مراقب عام 1974 شو قرارات المؤتمر الفلسطيني هايو إنه يكون عنا لجنة تنفيذية وصندوق قومي فلسطيني يعني بس هيك هاي بس علميك وياهم بالأحمر اللي تكتبوه هايو قرار إنشاء صندوق قومي وشكل جيش التحرير ومدينة القدس وإنشاء مراكز الأبحاث شو مهام المجلس الوطني هاي المجلس الوطني هاي شو بيعمل يضع سياسة المنظمة مخططات يقيم عملها في مجالات كافة وبحثوا توصيات اللجنة التنفيذية أعلى سلطة تنفيذية في منظمة التحرير شو بتعمل هاي مساعدة اللجنة التنفيذية تنفيذ القرارات إصدار التوجيهات بالقضية الفلسطينية والبات في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة شو الفصائل التي تشكلت منها منظمة التحرير هاي هم الشباب كلياتهم خذ البدكية حزب الشعب وحزب الجبهة وحزب الأبصر شو إلى آخر شو دور منظمتنا الغالية هاي منظمتنا الغالية العزيزة شو عملت شكلت مؤسسات منظمة التحرير والدوائر صار في عنا سياسية وعسكرية وفلسطينية صاروا قادرين على حمل السلاح في الداخل والخارج والنضاء ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية هاي هي أهم خطوة لهم وتنسيق مع الدول في المحافل الدولية والإقليمية بما يخدم القضية الفلسطينية وهذه لهم يا حلوين جاهزين نراكم إن شاء الله في الوحدة القادمة ديروا بالكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر